هنروح لسكواش نادين شاهين لعبة النادي الأهلي هتشارك في بطولة كليفلند لسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية نادين شاهين لعبة منتخبنا الوطن لسكواش ونجمة النادي الأهلي هتشارك في بطولة كليفلند الدولية لسكواش واللي هتلاعب في الفترة من 27 حد 31 اللي احنا فيه يناير اللي احنا فيه نادين بتحتل دلوقتي المركز الخمسطاشر في تصنيف العالمي وده ترتيب كواش جدا على فكرة وهدفها في فترة جاءة تخش في أحسن عشر لعبات نديد قدمت نتائج كويسة جدا في البطولات اللي فاتت وكانت قريبة جدا من الوصول للأدوار النهائية فيها لولا طبعا القرع اللي كانت دايما بتحطها في وش نور الشربيني المصنفة الأولى على مين وبطة العالم ودايما تعرفين السكواش صعب جدا السكواش عشان تطلع مركز واحد في التصنيف العالمي لازم تشارك في بطولة أو أكتر عشان تجمع نقاط والنقاط دي تخليك تطلع في التصنيف العالمي كل التوفير اللي ناديين وفكركم أنه مصطفى عسل مش هيشارك في البطولة دي نتيجة الإقاف ولكن دي هتبقى البطولة الوحيدة اللي هو مش هيشارك فيها وبعاكد هيستقنف مشاركته تاني لأنه هو في المركز الخامس للتصنيف العالمي كل التوفير اللي نجمنا في السكواش